الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد والبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائل سماحة العلامة سيد ظافر الفياب الأستاذ في حوزة كربلان القدسة إذن نرحب به سوية السلام عليكم سيدنا وسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحبكم إن شاء الله مشاهدين الأحب أهل المشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة واليوم إن شاء الله رح نتطرق إلى موضوع جدا مهم مهم خاصة للشباب والأعمار هم اللي تتفاوت نقدر نقول من 14 سنة وربما حتى من 13 سنة وربما حتى أقل إلى 45 سنة هم نقدر نعتبرهم من الشباب حتى لا يزالوا عليها موضوعهم للولد والبنات موضوع البوب جي ومشاكل البوب جي والكثير من الأخوة والأحبة يدزون رسائل لمرنامج هداية السائل بخصوص هذه اللعبة هل بيها إشكال شرعي؟ هل بيها حرمة؟ هل الحرمة هي حرمتها مطلقة؟ أم لا؟ سماحة السيد اليوم بداية الحلقة نتحدث عن هذه اللعبة اللي هواي عوائل خربت هذه اللعبة وهواي النساء اطلقت بسبب هذه اللعبة وهواي رجال قصروا مع أولادهم مع عوائلهم مع أسرهم من أجل هذه اللعبة هذه اللعبة كانت عند البعض مرض وعند البعض لا فقط للتسليل فما هو الحكم بهذه اللعبة؟ تخبروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد في مفروض السؤال الذي تفضلتم فيه عن لعبة البوجي بما أنها لعبة يعني كما توصف أنها لعبة وليست برنامج وليست شيء آخر مثلا فنتحدث من جهة كونها لعبة الألعاب عند العلماء على ثلاثة أصناف لعبة وضعت للمراهنة ويتراهن بها ولعبة وضعت للمراهنة ولا يتراهن بها ولعبة لم توضع للمراهنة ولا يراهن بها هذه ثلاثة أصناف من الألعاب يعني هذه القائدة هذه ثلاثة أصناف من الألعاب مذكورة وهي مجموع العلماء حفظهم الله لمتصدين للإفتاء الآن هم حينما يتحدثون عن الألعاب يتحدثون عن هذه الثلاثة أنواع لأنها بعض الدليل على بعضها ورد في مسألة التقامر وفي بعضها على نفس اللعبة كاسم فلذلك صنفت على هذه الأصناف الثلاثة السيد الشيرازي حفظه الله عند كل الألعاب لا يجوز اللعب بها سواء كانت للمقامرة وضعت ويتقامر بها أو لا يتقامر بها أو حتى كانت لعبة لم توضع للمقامرة ولم يتقامر بها كل هذه الأصناف لا يجوز عند السيد الشيرازي حفظه الله أن يلعب بها أو حتى لملء وقت الفراغ عند بعض المشاهدين اللي يرسلون البرنامج مثل ما تفضلت عندهم يقولون للتسليل نحن لقضاء وقت الفراغ فقط ليس إلا عند السيد كل هذه الأصناف ممنوعة بعض المراجع الآخرين عنده فقط في الأخيرة لربما جائز اللم يعني بهذا الشرط اللم تكون مقدمة للوقوع في الحرام أو هي توقع الإنسان بالحرام هذا كمجمل عامل للألعاب الآن نأتي إلى ما نحن فيه لعبة البوبجي كما تفضلت هذه اللعبة أنا طلعت عليها هي لعبة عبارة عن قتال افتراضي بين شخص وشخص أو مجموعة أشخاص ومجموعة أشخاص لعب قتال وكأنها ساحة معركة افتراضية يصير بها قتال وجبهات وقتل وإلى آخره طبعا إن لم يكن يعني هذه لعبة يتقامر بها أو لم يتقامر بها أو حتى أنها لم توضع لا للتقامر ولا يتقامر بها يعني من الصنف الأخير الثالث فهي من باب آخر ثانوي مؤولي من باب آخر ثانوي لربما شنو الفقهاء أعزهم الله يقولون أنها ممنوعة وغير جائز اللعب بها مثل يش؟ مثل قضاء الوقت أو إهدار الوقت المهم هذه واحدة إضاعة المال هذا ثنياً هذه كلها محاذير شرعية طبعاً إضاعة المال محذور شرعي إضاعة الوقت محذور شرعي إضافة إلى ذلك أنها تعلم على العنف تدريب على العنف وهذا في حد ذاته أيضاً عنوان ثالث تجعل هذه اللعبة غير مرغوب فيها وغير جائزة الآن مع كل هذه المعطيات أي عالم ديني وأي مفتي حينما ينظر إلى هذه المعطيات يقول هذه اللعبة غير جائزة لعب بها نعم واضح وفق هذه المعطيات نعم وفق هذه المعطيات اللي ذكرتك ولكن إذا تسمح لي سماحة السيد أتكلماني عن لسان حال المشاهد يسيقول أحد المشاهدين ربما يقول سماحة السيد يعني متعتقد هذا تعصب بالحكم؟ أي تعصب ما موجود في الحكم هذا نقل فتوى شرعية لأنه المقلد حينما يقلد المرجع الديني أو هو حينما يلتزم بالدين حتى يقال عنه أنه متدين أو من ذو الدين مزين شلون تريد يصير مثلا بهذا العنوان يتصف بهذا العنوان هو أن يلتزم بمجموعة الشرائع السماوية التي تذكر له التي توصل له بهاي بأي طريقة؟ بطريقة الالتزام بفتاوى المرجع الديني اللي هو يقلده فإذا شاف هو كل حكم من الأحكام صعب ينفذه وصعب عليه ففي هذه الحالة يعد غير متدين هذا لأنه معنى الدين شنو؟ الدين من الإدانة يعني من التكليف يدين الله به أو دين يدين الله به يعني شنو؟ يعني الالتزام بما يقول الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى فأي تكليف من التكاليف مع أبسطها إذا هو شافه يعني حتى البسيط من عندها لربما يقول هذا تعصب هذا أحسن يعني هذا فالشي واضح جزاك واضح ولكن سماحة سيد جنابك أشرت إلى موضوعين من المواضيع المهمة اللي جنابك اتطرقت لها هو ضياع الوقت وضياع المال أو هدر الوقت والمال ربما سائل يقول لك يا سيدنا أنا وينستيبهاي مثل ما بعض الناس عنده ألف دولار ألفين دولار ربما أقل أكثر يروح يسافر به حتى يروح لأجل يباوع الطبيعة وهو ما بساوي معصية وهم كذلك قاعد يصرف أموال وقاعد يصرف وقت ليش إهنانة إذا كان إذا هذه باب اللعبة حرمة إنه بهذا العنوان عنوان الأول والثاني صار ليش هناك ما صار عليه هذا العنوان الحرمة صح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المقايسة اللي تفضلت بها هذه قياس مع الفارق طبعا لأن السفر فيه فوائد كثيرة وهذا مو فقط الشرعي يقوله وإنما كل العقلاء يذكرون أن للسفر فوائد ممكن ينتفع بيها فالمال الذي يدفع لقاء هذه الفوائد ما يعد خسارة لكن المال الذي يدفع لقاء لعبة لأجل تطمين نزوة معينة في نفسه من اللعب والقتل وكذا يعني تلهي في هذه المباركة خلونا نقول لعبة نترك موضوع البوب جههم يعني نأخذ بس من عنوان العام ليس بالعنوان الخاص أحسنت أنه هذه هي لعبة كل العقلاء بين كلامك كل العقلاء يقولون أن وين الفوائد اللي موجودة هناك حتى أنا على أساسه أدفع مال أو أخسر مال بينما السفر اللي قايست عليه سيدنا فيه فوائد كثيرة فهذا قياس مع الفارق مع ذلك ولكن أكو ناس كثيرين السفر في ظل معتات أنه يعني مثلا أنه مني أريد سافر كأنما منتقل من حي إلى حي آخر بس مع ذلك يقول لك أني عندي وقت فراغ أروح أقضي لي يومين ثلاثة برة وأرجع هذا يقول لك أني ما عندي هاي الإمكانية أروح أنفح عن نفسي أنفح عن نفسي بهذه اللعبة البورجي لو انحصرت هذه المسألة فقط بهذه اللعبة نعم يا صح قولك سيدنا لكن ما محصورة لأن مجالات الترفيه كثيرة ما تنحصر فقط في هذه اللعبة زينا خلنا أخذ ويانا الأخ لواء من الديوانية السلام عليكم يا لواء السلام عليكم يا لواء جنابك على الهواء مباشرة الحياة كلا تفضلوا للأسف نقطع الاتصال وإن شاء الله نأمل أنه يعاود ويانا الاتصال نعم سماحة سيد يعني سيدا كان الأمر إذا محصر بين قضية السفر والبوبجي شنو يصير لا لا سامو احنا ما حصرناها مع السفر لا تقول أنه مثلا البوبجي هذا في وسيلة الترفيه تمام زين هي المسألة لو محصورة فقط بالبوبجي هذه أو باللعبة أو بأي لعبة كانت هي هذه مجال الترفيه نقول نعم محصورة فقط بها بس هذا مجال الترفيه لكن ما محصورة فقط بيه بإمكانه أن يذهب ويتنزه ويروح سفره مثلا العمامة والخوالة ويعني وينما كان هاي الدنيا مفتوحة أمامه ما محصورة المسألة فقط باللعبة سيدنا ولكن أكوناس هوات بهذه الألعاب ويتهم إمكانيات ويدخلون مسابقات وربما حتى يكون باب رزقه في هذه الحالة لابد أن نرى هذا الشخص هل هو ملتزم أم لا لأن شنو قياس الالتزام قياس الالتزام في أنه يطيع الأوامر هذا قياس الالتزام إذا تلقاه فقط هو يعني يطيع الأوامر اللي تفيده وإذا ما فادته ما يطيحه فهذا معناه هذا مو قياس للالتزام هذا ليس التزاما المتدين ملتزم فحينما يقال له مثلا أو يقول له الشرع اترك هنا يترك حتى وإن كان له منفعة فيه مثلا على سبيل المثال الربا وإن كان هو عند العقلاء مسألة عقلائية ذات منفعة لأنه فلوس تشتغل وتجيب فلوس أيضا ويصير نماء لكن الشرع لما قال الربا حرام لا يجوز الترابي مع العلم أنه كل عقلاء العالم بل حتى عقلاء المسلمين يقولونها فيه فائدة أنا فلوسي لو تظل يمي أتاجر بيها أبيع وشري تكثر بس أنا لما نطيكيها هديا لمدة شهر أو أطيكيها هديا لمدة ست شهر راح تظل مجمدة لا تكثر ولا تقل فإذا أنا أريد عليها شنو أريد عليها زيادة كل العقلاء يقولون هكذا لكن إجا الشرع قال لا هذا ميجوز إذن الشرع هنا أنا إلى رأي يخالف به العقلاء واضح فإذا خالف به العقلاء مو معنى أنه أنا أقول لا ألتزم بقولك في هذه الحالة راح أصير ما راح يصير شنو عندي نوع التزام هذا إذن ما راح يكون إذا ما ألتزمه ما راح يكون شنو ذات دين أحسد ولكن الشرع فيه مورد آخر يأخذ من العقلاء نعم فيه موارد كثيرة لكن أنا جبت فيه مورد الربا هذا كمثال على الشخص اللي يقول هذا مصدر رزقي هذه مثلا فائدتي نعم فائدتك لكن وين إطاعة الشرع لأنه الإنسان المتدين وليقول أنا نفسي أنا متدين وأطيع الأوامر الشرعية لابد له إذن في مثل هكذا موارد يقول لا خلص إذا حكم الشرع بعدم الجواز إذن أنا ما أشتغل بها ولا أدن يمها حتى وإن كان ذات فائدة تعود إلى نفسه واضح جنابكم بما أنه اطرقت إلى موضوع المتاجرة بالأموال والربا عدي سؤال سمحة سيد راح أقدمه لضرورة الموضوع حتى يعني تكون في ارتباط بالموضوع أحد الأخوة يسأل جنابكم يقول سيدنا أنه أنا أخذت بيت هذا البيت هو رهينة وهسا حاليا أريد أجره وهذا المشروع هو مشروع يعني أستثمر فلوسي أحسن ما أخالهم بالبيت أو بالبنك أنه أستثمرهم هل هو الجوز طبعا في مسألة الرهن نعم الشرع يقول أن الرهن عقد تمام نعم والشروط التي تقال في العقد يجب الالتزام بها بين الطرفين بين طرف العاقد والطرف الآخر بين الباع وبين المشتري بين الراهن وبين المرتهن على عين الرهانة هذا اللفظ لما نقول رهن الرهن الشرعي في أن يجعل عين معينة كرهينة عندك لقاء مال هذا المال أنا أخذ من عندك ثم أرجعه وآخذ هذه العين كما كانت زين الشرع يقول لا يجوز التصرف بالعين المرتهنة إلا بالاتفاق بين صاحبها وبين الراهن لاحظت فالشخص الذي يعطي النقود ويجعل هذه رهينة عنده لا يجوز له التصرف بهذه العين إلا بالاتفاق مع صاحب هذا البيت صاحب هذا السيارة صاحب أي غرض آخر جعله مثلا رهنية لا يجوز له التصرف بهذه العين إلا بالاتفاق ولكن هو بعد يأخذ البيت من عنده وينطي فلوس ويوم اللي يصير مثلا الموعد مالتهم إن كان سنة سنتين راح يرجعه نفس البيت نعم يرجعه لكن لا يجوز له الاستفادة من عنده لأنه عقد الرهانة غير عقد الأجار نعم بإمكانه أن يعقد عقدين عقد رهانة في أن يجعل هذا البيت رهان عنده لقاء الفلوس للطهياء وبنفس الوقت يأجره من صاحب البيت يأجره بعقد آخر يسمى عقد إجارة تمام نعم ممكن في أنه يأجره بمبلغ أقل غير السوق باعتبار أنه هذا رهن عندي فأنا أجره من عندك مثلا إذا كان من أمثال هذا البيت يؤجر مثلا بخمسمائة ألف دينار نعم أنا أجره من عندك بخمسين ألف دينار تمام وقد يكون هذا نوع من الاستفادة بالنسبة لهذا الراهن الذي هو دفع الفلوس وجعل هذا البيت عنده كرهينة نوع من الاستفادة أنا أجره وأنا أستفاد من عنده بس ما يصير أجره الغيري يعني مو أنا أجره وهو رهين عندي وروح أجره للآخرين أيضا هذا لازم يكون بعلم وموافقة صاحب البيت سماحة السيد موضوع أخذ الاستخارة هل من الممكن أنه أي إنسان يقدر ياخذ استخارة النفس لو من الضروري والواجب أنه يشوفون فدء إنسان ملتزم دينيا ربما من العلماء من الفضلاء الأساتذة الحوز الكبار لو أي إنسان بسم الله الرحمن الرحيم طبعا طرق الاستخارة كثيرة ومنها مثلا الاستخارة بالسبحة أي إنسان يقدر مثلا يتخذ طريقة معينة مثكورة مثلا بالروايات ويجعلها طريقة له لأخذ الاستخارة مثلا بالسبحة طلعت اثنين مو زينة يعني لا تفعل طلعت وحدة يعني زينة افعل طلعت ثلاثة مثلا ثلاث خرزات لا تفعل بها الطريقة هذه وأكو طرق كثيرة يعني في الكتب المعتبرة مذكورة عدة طرق لأخذ الخيرة بالسبحة وأيضا طرق أخرى غير السبحة يعني المسبحة المقصود بها فأكو طرق كثيرة يقدر يستخدمها أي إنسان أما إذا كان يريد استخارة بالقرآن لا 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 بد أن يكون الإنسان اللي ياخذ خيرة بالقرآن على قدر يعني عالي من سعة الإطلاع في التفاسير والعربية والمعاني ويفهم القرآن بالفهم الصحيح نعم في هذه الحالة يقدر هذا الشخص ياخذ خيرة بالقرآن أحسنت بارك الله بيك سماحة سيد اسمح لي أذهب فاصل ومن ثم أكون في خدمتكم وفي خدمة سادة المشاهدين المشاهدين الأحبة لا تذهبوا بعيدا فاصل وراجعين لله شرع الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن بالنسبة إلى الحمل إذا أراد الزوج أو الزوجة الولد وانتنع الطرف الآخر فقول من يقدم الزوج أم الزوجة أم لابد من رضاهما معا يجوز للمرأة الامتناع من الحمل فلابد من رضاهما معا إذا كانت الزوجة تصرف وتنفق على زوجها لعدم عمل الزوج فهل وجوب التمكين يسقط عنها أم يبقى عليها إذا كان عدم الإنفاق عدوانا فيسقط وجوب التمكين وإلا بأن كان لعذر أو حسب الاتفاق فيجب هل يجوز استرجاع ما وهبه الزوج للزوجة حتى لو كانت من الأرحام لا يجوز في فرض السؤال حتى وإن لم تكن من الأرحام ماذا تفعل المرأة لو كانت متضايقة من معاملة زوجها لها لأنه لا يراعي مشاعرها ويحرجها أمام الآخرين ولا يحترمها مع العلم بأنها تحترمه ما الحل؟ كيف تتعامل معه؟ الخل هو ما جاء في القرآن الحكيم حيث يقول سبحانه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مضافا إلى أن جهاد المرأة هو حسن التباغل وإن كان بعضها لا يحسن معاملتها ما هو الحكم الشرعي في حالة أجر الزوج لزوجته ثلاث سنوات؟ لا يجوز للزوج المؤمن أن يهجر زوجته إلا لعذر شرعي ومع الهجر حتى لو كان بعذر فإنه يجوز للزوجة أن تصفر على ذلك ولها أجر وثواب ولها أيضا إذا كانت في عصر وخرج أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب منه أن يأذن لها بالطلاق لله شرع الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دعيت وسائل وكذا أكبر نرحب مجددا بسماحة سيد ضاثر الفيض حياك الله سيدنا حياكم الله مشاهدين الأحبة للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة وإن شاء الله دائما نكون في خدمتكم مشاهدين الكرام طبعا سماحة سيد ما حكم أكل الحلزون هل هو حلال أم لا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحلزون حيوان بري من الحيوانات البرية وأيضا يوجد منه أو قريب من عند بحري أيضا وهو ليس من الحيوانات التي تأكل يعني من الحشرات هذا الحلزون من الحيوانات الرخوية لم تذكر مثلا من الحيوانات من الحيوانات التي يمكن أكلها لأنه أكو ظابطة لأكل لحوم مثلا البرية وحتى أكو ظابطة لأكل لحوم البحرية واللحوم البحرية معروفة في أن كل ما له فلس يعني قشور فيمكن أكله نعم فهذا ليس له قشور هذه قوقعة اللي موجودة فوق جسمه هو قوقعة وإنما هو بحد ذاتك جسم ما بيه هذه القشور هذا إذا كان بحريا نزعي أما إذا كان بريا فمن الحيوانات البرية عندما يوجد فيها نص كالأنعام مثلا الإبل والبقر والغنام وشبيهات هذه الثلاثة من الأنعام لمذكورة بالنصوص وهذه مذكورة أنها طعام طيب حلال وهناك مثلا من الحيوانات البرية أيضا التي لا يؤكل لحمها هي غير نجسة مو نجسة العين ولكن لا يؤكل لحمها كالنمر مثلا والأسد ومثيلات أيضا والأرنب والأرنب أكو نص بي يعني بشكل خاص لكون من الحشرات أيضا يعد أيضا من الحشرات وبنفس الوقت هو من السنوريات يعني تقريبا من فصيلة القطط عفو الله عشاني جنابكم يقولون حشرة ما دابتهم يعني لو ترجع إلى تصنيف كلمة حشرة احنا عدنا في يباننا أنه الحشرات هي كل ما يدب صغيرا مثل البقة الذبانة هذا المتعارف نعم بس هذا المتعارف عرفا يعني عند الناس أنه لما نتقل لحشرة رأسا يخطر بالا إلما إلى الذبانة إلى البقة إلى الخنفسانة جلكم الله إلى آخره لكن لما ترجع إلى اللغة العربية لا تلقى أنه الحشرات معنى أوسع من ذني قد يشمل حتى الأرنب أيضا من الحشرات لو ربما هذا نوع غريب يعني هذا المعنى غريب بس هو لما ترجع إلى اللغة تلقى في اللغة أنه لا المعنى أوسع من أن يكون مثلا ذبابة أو مثلا بقة أو خنفساء أو غيرها لا المعنى أوسع من ذلك حتى القطط همات مشمولة في هذه القضية المهم وهناك أيضا حيوانات برية نجسة العين ولا تأكل مثل أجلكم الله الكلب والخنزير وهذه أيضا وارد فيها ناص فإذن عدنا نصوص للحيوانات التي تأكل والتي لا تأكل ونجسة العين اللي هي من الحيوانات البرية وكذلك البحرية أيضا يوجد ضابطة لطعام البحر اللي هو كل ما له فلس فإذن الحلجون وين تخليه الآن بأي خانة مثلا من الخانات فهو من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها سماحت السيد يعني أكو بعض الأحيان حسب لواصل أو فاهمي المسألة أنه إذا ما ورد نص يكون استنباط من باقي النصوص الشرعية والمرجع العلا أو هو المرجع في نفسه من بعد بحثه ودراسته هو يستنبط حكم باعتبار بما نحن فيه يعني الحلزون قصدك هذا الحلزون عدنا إحنا نسميه موضوع موضوع المفروض له حكم مو صحيح إذا ما لقينا له حكم شو نسوي يعني ليس له حكم شرعي ما نقدر إحنا نروح على المتشابهات يعني شنو يشابه حتى ناخذ من عند الحكم هذا يسموه قياس التمثيل وقياس التمثيل بالشرع باطل لا يجوز إذا ماكو بي نص يعني مما لا نص فيه في هذه الحالة مو نروح ناخذ الشبيه إليه وإنما نطبق عليه القواعد الفقهية القاعدة الفقهية تشمله ناخذ بيه القاعدة الفقهية ما تشمله نتركه توجد قواعد فقهية ممكن تحكم هذه القضية أما هو كموضوع الروح نشوف له متشابه لا هذا هذا نوع من أنواع القياس التمثيلي والقياس التمثيلي باطل زين شكرا لك سمحت سيد كذلك سؤال آخر لماذا أكل السمك الجري حرام ذلك بسم الله الرحمن الرحيم نفس الموضوع نفس الموضوع الذي ذكرناها أو الذي كنا نتحدث به أيضا من نفس الجنس نفس الصنف الجري من الحيوانات البحرية المائية عموما سواء كانت نهرية أو بحرية على السواء وليس له فلس لو كان الجري له فلس لأكلناه ولكنه ليس له فلس يعني بالأساس هو عبارة عن جلد جلدة ها كل جسمه عبارة عن جلدة فليس له فلس تحقيقا وجدنا أن ليس له فلس إذا ماكو فلس إذن هو ليس من المأكولة أحسن تبارك الله بيك خلنا أخذ هذا الاتصال ويانا الأخ محمد علي من واسط السلام عليكم يا محمد أهلا حياك الله أبو جاسب شكرا لك سيد بهار يا أهلا وسهلا بيك الله يحفظك إن شاء الله طريقة الاستخارة بالسبحة من سماحة السيد نعم في خدمتكم عندك سؤال آخر لا هذا الله يحفظك في علشانك شكرا لاتصالك نعم سماحة السيد مثل ما سمعته الأخ محمد علي من واسط طلب منكم طريقة الاستخارة بالسبحة بالي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي طرق عديدة مو طريقة واحدة واثنين ولكن الطريقة الأسهل الطريقة الأسهل أن في البداية تأخذ سبحة كاملة وإن كان هو مو شرط أن تكون سبحة كاملة ولكن يفضل أن تكون سبحة كاملة ثم على الأقل يستعيذ بالله يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ وعنده مفاتح الغيب هذه الآية ويمكن الجميع أو الأغلب المصلين يحفظوها باعتبار هذه الآية تذكر في صلاة الغفيلة نعم ثم بعد ذلك يقول خمس مرات سأل اللهم صلي على محمد وآل محمد ويرفع عيد ويدعو ويقول يا من لا يغش من سأله أسألك ويذكر الحاجة ثم بعد ذلك يقبض على السبحة بدون أن يراها أو حتى وإن كان يباو علها يشوفها المهم يقبض يعني يصير عنده مجموعة من الخرز ما بين قبضة إيده إلى الشاهود أو ما هكذا يسمى ثم يأخذ يعني خرزتين خرزتين إلى أن يصل إلى الأخير فإذا فضل عنده خرزتين يعني بما معناه لا تفعل وإذا فضل خرزة واحدة يعني معناها إفعل هذه أسهل الطرق للاستخارة بالسبحة وهي شريعة أيضا وإذا أبقى ثلاث خرز ما يصير تبقى ثلاث خرز لأنه يقبض خرزتان خرزتان اثنين اثنين فما يبقى ثلاثة بالأخير نعم ولكن بعض الأحيان يسحبون ثلاثة ثلاثة اللي تبقى ثلاثة مثلا أكو بعضهم نعم يختار أن يسحب ثلاثة ثلاثة فيبقى بالأخير إما ثلاثة وواحد وإما ثلاثة واثنين وإما هنه ثلاثة يبقى فالأولى مثلا إذا كانت واحد يعني معناها زينة افعل أقدم على الشيء الذي اشتخرت عليه أو اثنين لا تفعل أو ثلاثة مخيرة إن شئت تفعل أو إن شئت لا تفعل شكرا لك سيد ظافر كذلك سماحة السيد هناك سؤال آخر بخصوص غسل الوجه ثلاث مرات في الوضوء جهلا هل هو جائز أو هو الأخي يسأل يقول شنو أسويه حالا افتهمت أنه هذا ما يصير أو يصير يقولها حاليا أنا في حال جهل واللي كنت أتصرف أنه أغسل وجه ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو غسل الوجه مرة واحدة هذا الواجب مرة واحدة أما الثانية فمستحبة وأما الثالثة حتى وإن كان جاهلا طبعا الجهل مالته إما أن يكون جهلا قصوريا يعني قاصر أو مقصر هو يعني هذا الذي يغسل وجه ثلاث مرات إما أن يكون قاصرا وإما أن يكون مقصرا فإذا كان قاصرا لا شيء عليه من الآن وصاعدا يقدر يغسل وجه مرة واحدة أو اثنين وإما مثلا مقصر يعني كان له أن يسأل ولم يسأل قريب من عند الشرع وبمتناول يديه ولم يفعل هذا نسميه جاهل مقصر طبعا الآن حسب ظني أن الفتوى للسيد الشرازي حفظه الله تغيرت في هذا الشأن في مسألة أنه الغسلة الثالثة للوجه للوجه في الوضوء أنه لا إشكال فيها لا إشكال يعني لا تبطي للوضوء نعم أحسنت كذلك هناك سؤال آخر سماحت السيد لماذا أحد الأخوة يقول لماذا لا نقول للنبي محمد صلى الله عليه وآله كباقي الأنبياء السلام عليك ونقول على النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم لأن ورد فيها نص أنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المنطوق نص قرآني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وهذا نص وهذا نص بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك هناك نص آخر في إضافة الآل إلى الصلاة نعم وهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا له يا رسول الله وما الصلاة البتراء قال أن تقولوا صلى الله عليه وسلم وإنما قولوا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة نعم أحسنت بارك الله بك كذلك سماحة السيد هل يجوز أحد الأخوة طبعا حاليا يسأل جنابك يقول هل يجوز للصياد أن يبيع الحيوانات الغير غير المأكولة عند الشيعة لباقي المسلمين بل من يستحلها نعم بإمكان مثلا أن يبيع هذه المسائل لمن يستحلها كالجري مثلا لمن يستحل أكل الجري وإن كان يعني هذه النقود ينبغي أن تخمس ولكن هو بعد رزق هذا على معبرنا نعم ينبغي أن هذا المال الذي أتى من جراء بيع الجري لمن يستحله ينبغي أن يخمس هذا المال إن زين هذا يخمس مرة لو كل ما يصيد يروح يخمس إذا كان عنده رأس سنة خمسية لازم يكون يخمس لكن إذا ما عنده ففورا لازم يخمس يعني فورا لازم لكل ما يبيعي خمس لكل ما يبيعي خمس كذلك بخصوص الأخ السائل يسأل جنابك سؤال آخر يقول سيدنا بعض الأحيان نروح البيت ناس نحن لين من طرحت أني سؤال الثالث أعتقد كان بخصوص أكل السمك الجري فالأخ هنا يسأل مداخلة يعني تكون عنده يقول يا با يا سيد أنه إحنا بعض الأحيان نروح البيت ناس هم وعدهم حلال أكل السمك الجري وطابخي ولكن إحنا من ندري بعد ما ناكل نعرف أنه هذا كان سمك جري إذا هم ما يدرون فهذا لا إشكال في ذلك يعني لا إشكال فيما فعلوا بعد ذلك أما أنهم يدرون وأن هذا هو من سمك الجري فما يصير يأكلون حرام ولكن بعض الأحيان يدخلون إحراج مع آب البيت ما بها إحراج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا حرام ما أقول حتى لو قمة الإحراج يصير المهم أن هذا حرام لا يجوز شون يقيس الإنسان الملتزم من عدم الملتزم أنه حتى في هذه المسائل المعرجة أحياناً ويلتزم بدينه الملتزم يكون محترم من جميع الجهات حتى من المخالفين يكون محترم وإذا أدى هذا إلى الأمر إلى صراع نزاع عشائر في هذه الحالة نعم في هذه الحالة يشوف ياه الأمر اللي هو الفاسد أو الأفسد فيقدم الفاسد على الأفسد إذا صار بيها مثلا دم وقتال ونزاع عشائري لا صار الأهون أكل الجري لكن إذا لا ما صار هذا هيتشي هو يلتزم ويقول لهم أنا ملتزم بديني وبشرائعي وهذا محرم علي فيكون محترم حتى هو لما يكون ملتزم أمام الناس حتى الناس حتى المخالفين يقومون يحترموه لأن يقولون هذا إنسان متدين وملتزم بشرائعي هناك من يأكل المحرمات عمداً ما هو الحكم سيد أو هذا يعني إذا كان مثلاً العناد مالته عن علم وعمد يعني ومعرفة أو يقول لك احنا رد نجرب بس لا مو ما سنت نجرب لأنه الإنسان على أصناف مرة يكون مجرد عناد يعني أنا هاي الجهة من الناس أكرههم فأني لأجل أنا أعاندهم أنا أكل الحرام أو أشرب الحرام أحسن وفقكم الله لكل خير مشاهدي الأحبة وكذلك شكر ووصول لكم أيضاً وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقة القادمة وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن اشتركوا في القناة